السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل نزول دم أسود من علامات الحمل أم لا يقول الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد أنه من الطبيعي أن ينزل دم أسود في أول أيام الحمل ويرجع هذا إلى انغراس البويضة في بطنة الرحم بعد 10 إلى 14 يوم من حدوث الإخصاب وهذا العارض تعاني منه حوالي 30% من النساء الحوامل وإذا استغرق الدم بعد الوقت للخروج من المهبل فقد يبدو باللون الأسود القاتم وغالبا ما يكون دم انغراس البويضة بالرحم على الشكل التالي دم خفيف عبارة عن نقاط بسيطة دم بلون داكن أو أسود وممكن أن يكون باللون البني لا يستمر نزول الدم الأسود أكثر من 48 ساعة وطبعا في حالة الشكوك حول موضوع الحمل يفضل عمل اختبار الحمل المنزلي وإذا وجد الحمل يجب التوجه للطبيب ووصف الأدوية والفيتامينات وحمد الفوليك أسد الذي يمنع من تشوه الجنين أما في حالة نزول دم غزير واستمرار الدم طوال فترة الحمل فقد يؤثر هذا على وجود مشاكل في الحمل لذلك من الضروري استشارة الطبيب والاطمئنان على صحة المرأة الحامل وصحة الجنين لكتأكد من أن الدم ليس بمؤشر على حدوث إجهاد وهنا تحتاج الحامل لإجراءات طبية مثل ما يل تناول مثبتات الحمل والحصول على الروحة التامة وعدم الإجهاد والمتابعة المستمرة مع الطبيبة في نهاية الفيديو النوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركو الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ